وهو الحديث المعروف الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ذاتهم لأصحابه وهم في حركة جهادية في صفر جهادين في طريق مكة قال سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هذه رواية الإمام المسلم عن أبي هريرة يقول إمام الجديد رحمة الله عليه كان صلى الله عليه وسلم يوم قالها قرب جبل جمدان لم يكن في رحلة صيد ومتعة واسترواح فإن جاء جيل جرد قربة الذكر الكثير عن صياقها الجهادية ومقدماتها الجهادية ولواحقها الجهادية فقد أخذ خيرا كثيرا لكنه لم يأخذ السنة الكاملة فلا يحق له الأسوة الموعود عليها خير الدنيا والآخرة بالجزاء الأوفاء والقرب والزلفة ترجمة نانسي قنقر